موسيقى أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم جميعاً حلقة جديدة من برنامج روشتة على شاشتكم المميزة الصحة والجمال النهاردة هنتكلم في موضوع هو موضوع الساعة موضوع الكورونا اللي احنا يعني بقىنا سنة هو شوية يعني لسه مجأولة مجأتانية مجأتالتة تحورات تطورات أشكال أخرى من الكورونا الفاكسين اللقاح الجرعات الأولى والجرعات التانية التطورات اللي حصلت الفطري الأسود كل الكلام دا النهاردة هنحنسلط عليه الدوء وهنحاول ان احنا يعني نطرح ما هو موجود ايه اللي موجود حالياً نعمل ايه الفترة دي تتطلب مننا ان احنا نعمل ايه كل دا هنعرفه النهاردة في حلقة اليوم من روشتة مع ضفنا العزيز الغالي دكتور أشرف جوهر استشاري الأمراض البطنية اهلا لنا دكتور أشرف اهلا بيجوز موجتانية موجتالتة لو سمحتوا الاجراءات الاحترازية طب ناخد اللقاح طب نعمل ايه يعني موال لا ينتهي صحيح موضوع لم ينتهي ولن ينتهي بسهولة من العالم يعني بعض الناس بدأت تتكلم فيما بعد الكورونا انا بقول لي يعني احنا لسه نخلص الأول من الكورونا وبعدين بقول ما بعد الكورونا اه اول حاجة الناس تحب تعرفها ايه اخر التطورات في موضوع الاصابة بالفيروس فيروس كورونا فيه تحورات فيه تطورات هل التحورات والتطورات دي يعني مثلا زي المتحور الهندي هل جي مصر يعني خصوصا انه حصلت حالات وفاة لشخصيات عامة واتكلموا انه ممكن يكون المتحور الهندي ده وصل الى مصر هل الكلام ده صحيح؟ والله فكرة الوصول المتحور الهندي وطبعا وزارة الصحة عملت رصد الموضوع المتحور الهندي ده وكان فيه تعليمات برصد الناس القادمة من اواسط ومناطق شرق عسيا من دولة الهند والدول اللي حواليها احنا طبعا عندنا كان فيه تلات مرات تتكلموا فيها عن تحورات حصل مرة في جنوب افريقيا وفي البرازيل وفي الهند تحور معناها ان الفيروس قدر بشكل او باخر انه هو يغير التركيبة بتاعته ودي طبيعة في كل الفيروسات الجهاز التنفسي ان هي بتبقى الروابط ما بينها روابط ضعيفة في تكوينها الاساسي فبتقدر تفك كأن شيء فيه نوع من انواع القدرة على التحور وده حصل تلات مرات بالنسبة لوصولها طبعا وزارة الصحة رصدت الموضوع ووصول القادمين من المناطق دي والغاية دلوقتي ما عندناش حاجة معينة تقول ان فيه وصول لده موجود في مصر ولكن هو التحور الهندي كان اساس الامور فيه حاجتين ان المتحور الهندي اعراض بتاعته بتبقى متأخرة يعني بيبقى فيه مسافة اطول ما بين حدوث الاصابة وظهور الاعراض وده بيعمل نشر للعدوى يعني بيظهر بعد قدقية دكتور يعني احنا عارفين انه الكورونا العادية اللي كانت موجودة ان انت بتظهر عليك الاعراض في خلال الهربعتاشر يوم مزبوط طب المتحور الهندي ده بقى اطول فترة حضانة المفروض بتكون في حدود اربعتاشر يوم المتحور الهندي فترة الحضانة بتاعته بتكون اكتر او انه هو بيكون موجود ومجوة جسم الانسان لكن ما فيش اعراض يعني حتى انت في خلال الاربعتاشر يوم يظهر عندك بعض الاعراض في اليوم السابع اليوم العاشر او احساس بحكة او براشحة او او ده بيبدأ اصامة تماما والتفاعل المناعي بتاعه بطيء او متأخر فده بينتج عنه وده اللي حصل ان تحرك ملايين الناس او الاف الناس بدون ما يكون عندهم اي زمور اي حاجة بالزبط ومش عارف بانه عنده كورونا طبعا لكن احنا دلوقتي نتيجة الوعي والمجهود اللي حضراتكو بتعمله وحضرتك دايما بتابعك ان النتيجة الوعي انتو ان اي حد دلوقتي بيشعر باي اعراض حتى ولو مشابهة او حتى ملتبسة مش هي الاعراض بيقعد في البيت وهنا دي التوعية اللي انتو بتقوموا بيها وده اكبر حاجة لان الكورونا مرض مجتمعي ده مسئولية مجتمعية للفرض ما هواش مرض شخصي او ذاتي يعني حضرتك بتقول اي حد بتظهر عليه الاعراض يعني يقعد فورا في البيت طيب في ناس بتظهر عليهم اعراض مشابهة مثلا الاعراض الانفلوانزة يعني حد تلاقي عنده رشح حد تلاقي عنده مش عارف زكام اعراض الانفلوانزة العادية ويقولك لا ده مش ده مش كورونا ده شوية برد طب ايه العراض الفايصل اللي هو الشم لو ما شمش هو العراض الفايصل هو العراض الفايصل الوحيد عندنا فيه الأعراض الأساسية التلاتة هي السعال الجاف اللي هو سعال بدون بلغم وارتفاع شديد في درجة الحرارة نمرة اتنين ونمرة تلاتة اللي هي شعور بأعراض مشابهة للبرد بشكل مباشر من رشح شديد جدا 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 ويحمرار في العين نقدر نقول ان التلات أعراض الأساسيين دول هم التلات أعراض نقول اتاني يا دكتور شعور ارتفاع في درجة الحرارة اه ارتفاع لدرجة الحرارة توصل لكامل نقدر نقول ان الفيروسات اي ارتفاع الانسان اقصى مدى للسماح بدرجة الحرارة بتاعته 37 و 3 شورت ما فوق 37 و 3 شورت يعتبر ارتفاع في درجة الحرارة ما فوق 37 و 3 شورت يبقى ده ارتفاع في درجة الحرارة يبقى ده اشتباه في كورونا السعال الجاف دايما بتتميز الكورونا ان السعال بتاعها بيكون سعال جاف نمرة 3 اللي هي الشعور باعراض مشاب شديدة للألف الوانزة من إحمرر للعين ورشح في المناخير أو صعوب أو ألم في الحل نقدر نقول إن التلات الأعراض دولهما التلات أعراض الأساسية فيه أعراض مكملة زي ما حراك قلت بالظبط فوق ده أنا حاسي تشم وتزوق ودي أشهر ودي أشهر واحدة يعني قابل حد أقوله يعني قابلني فلاقيه كده وبتاع فأقوله طب ما تروح تشوف دكتور يقولي لا أصلا أنا بشم أنا مظبوط أنا لا ده أنا بشم أنا ما عندهش كورونا ده برد ده أنا بشم وناس كتير متوكلة أو خلاص يعني بقى في قناعتها إنه طالما هو لازم بيتزوق وبيشم يبقى هو ما عندهش كورونا بيتالي بيهمل بيبدأ ياخد حاجات بتاعت البرد ويهمل وفي الآخر ممكن يكون عنده كورونا لا ده إحنا عايزين نتوش أعمل هو ما بين الشك واليقين هو مش متأكد إنه عنده كورونا فبيقولك طالما بشم وتزوق لا مش طالما بتشم وتزوق فيه ثلاث أعراض اللي قال عليهم الدكتور دول هم الفايصل فإن أنت مصاب بكورونا أو غير مصاب ده إحنا زي ما تكلمنا قبل ما يبتدي البنابج أنا وحضرتك إنه أحيانا ما بيكونش فيه أعراض جهاز تنفسي علوي خالص بيكون فيه إسهال أحد أعراض الكورونا الشهيرة جدا أمود إسهال أحد أعراض الكورونا ألام في البطن أحد أعراض الكورونا الجديدة ظهور طفح جلدي طفح جلدي طفح جلدي فقط يعني إن بعض الحالات خاص مجرد طفح جلدي منتشر وبعد ظهور الطفح الجلدي باليوم الثالث أو اليوم الخامس تبتدي بقية الأعراض تكمل المنظومة بتاعت الأعراض لأن الأعراض ده علم ينفعش عرض يظهر ويفضل واحده مفرد لازم بيكمل نفسه بأعراض أخرى لكن نقدر نقول إن حتى إن حالات كتير جدا وكان الإسهال وألام البطن من أكتر الحاجات المميزة للكورونا في وقت النلاقات أنا مش عايز أقول لأن ما فيش ورق على ده لكن من الملاحظات الشخصية بالذات في فترة الحر أو الصيف يعني لما الصيف بييجي بتبتدي أعراض الجهاز الهضمي بتاعت الكورونا تزيد شوية على حساب أعراض الجهاز التنفسي مظبوط مظبوط إنه أما الصيف بيدخل نسبة العدوى بتقل مع الحرارة نسبة العدوى بتقل في الصيف فالناس بتبقي عندها أريحية أكتر وبيهملوا في الأجراءات الاحترازية أكتر في الصيف نقدر نقول إيه في الموضوع ده إحنا كنا فاكرين كده كل العالم كان فاكر كل العالم كان فاكر وكان مستنى الصيف كل العالم كان مستنى الصيف هو العالم كان متأثر بتجربتين لأن إحنا عندنا فيه تلات مرات في الدنيا الكورونا فيروس أو في تاريخ البشر الكورونا فيروس فيها حصل تحورات في 2002-2003 السارس وفي 2012 المارز اللي ظهر في شبه الجزيرة العربية والدورة الثالثة بتاعت 2019 يعني إذن هو فيه تلات مرات حصل فيها ده المرتين الأولانيين مع حدوث الحر حصل انخفاض مصبوط فهنا حصل نوع من أنواع طيب لما هيحصل الحر والنظام السحر العالمي نفسها عملت ورق على كده بس ورق بتحافظ على حقها فيه في الرجوع فبتقول في آخر الدراسات وإحنا مش متأكدين لكن كان بتقول إن مع الحر وتغيب درجات الحرارة فوق 27 درجة مقوية حيحصل انخفاض في العرب ده ما حصلش ده ما حصلش حصل انخفاض ما في عدد الإصابات ما فيه شك لكن لم يختفي الفيروس بشكل نهائي أو لم يحصل لأن المارس والسارس اختفى مش موجود أصلا مش موجود في أي كائن حي مش موجود غير في المعامل وتحور بقى خلاص بالزبط يعني عاوشه أصبح شكل تاني شكل تاني لكن الشكلين الأساسيين بتقول السارس والمارس دول اختفوا خلاص من البشرية مش موجودين بأي شكل من أشكال غير في المعامل يمكن لكن بالنسبة فهو نفس لكن بالنسبة توجيه حضرتك أو ملاحظة حياتك صح ان مش لازم في الصيف ان احنا نتخيل ان فيه اندصار أو انتهاء للعضل لا موجودة موجود وعايز اقول خصوصا لما حضرتك قلت كمان انه الجهاز يعني أعراض الجهاز الهضمي بتبقى أكتر من أعراض الجهاز التنفس مزبوط نخلي بالنا من النقطة دي فالله اللي عايز اضيفه كمان لحضرتك ان زي ما قلنا برضو كنا بنتكلم وانا ببقى سعيد جدا بالكلام اللي ببقى دايما بيني بيني بين حضرتك قبل التسجيل او اللقاء ان انا بقولها وعلى مسؤوليت لم يحدث ان كل حالات او معظم حالات عدوى الكورونا بتحصل نتيجة التجمعات احنا كأطباء دورنا قبل ما بنكشف على المريض ان احنا بنسأل التاريخ بتاعه ايه يعني كنت فين في الكام يوم اللي فاته عملت ايه حد حواليك اشتاكم النفس الاعراض روح تعزيت روحت فرح روحت فرح روحت حفلة او عزمات رمضان او عزمات رمضان او عزمات رمضان كانت منتجة كثيرا جدا 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 الاجتماعات العائلية الكبيرة جدا 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 وبتتأكد من ده لنه يقولك تاني يوم وثلاث يوم كل الافراض الموجودين حصل عندهم تكرار للعادة ففعلا التجمعات ارجوكوا فعلا ان التجمعات من اهم الاسباب حتى الناس اللي عندهم حالات في البيوت لكن يعني مثلا عنده والدته او والده او زوجته او بنته او ابنه تلاقي ان بيعدي الاربعتاشر يوم من غير ما يتعدي لانه هما اثنين او تلاتة او اربعة محدود داخل الاسرة فلو عزناه في قوضة الوحده خلاص الموضوع بيبقى اقل عرضة لان انت ينطقي اليك المرة لكن لو رحت يا جماعة لو رحت يا جماعة ماشي الناس كتير هتقولك طيب اصلا عزا ولازم اروح الناس هتزعل مني وفرح ولازم اروح والناس هتزعل مني موضوع مفوش هزار يا جماعة موضوع ليس به هزار مفوش هزار لا دموجة قاسية اعداد بتزيد ويعني طبعا الدكتور مشكورا هيوضح لنا ليه احنا حاسين بالاعداد الكبيرة دي في الاصابات بتاعت كورونا رغم انه مقارنة بامرات تانية نظبوط يعني ده الدكتور وضحه قبل الهوى على طول انه النسبة تعتبر بسيطة لكن احنا نحاسين بمدى قسوتها ومدى فضاعة الاصابة بهذا المرض فضل هو احنا الافراد المعرضين للمشاكل او الناس اللي بتتدي بالكورونا اللي بتحصلون مشاكل نسبتهم ما تزيدش عن 10% من 10% الـ 15% من كل ميت واحد في 10 او 15 فرد هيتعرضوا لبعض المشاكل المتقدمة انا عايز اقول لحضرتك ان بعض الناس جات له العدوى وهحس برشح المدة 48 ساعة وزالت بدون اي علاج حسب المناعة حسب المناعة وبنعمل لهم بعد كده المضادات او الميوني جلوبلنز او كده وبينلاقيهم ان هم عندهم مناعة طبيعية لانه هو جات له يقولك فعلا ده انا من اربع شهور جالي راشحي كده وحرارة ارتفعت يوم او اتنين اذا هو المرض في حد ذاته بسيط لكن وعدد المضاعفات فيه او نسبة المضاعفات فيه محدودة لكن احنا ليه حاسين زي ما قولنا بالظبط من كتر الحداد العدوى مرض عدد الكلام فيه او عدد العدوى فيه عالي جدا 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 فاذا المضاعفات كلنا بنسمع عنها لانه امراض الاورام او امراض القلب بتبقى عدد المصابين فيها في المجتمع محدودة فالمضاعفات بتبقى محدودة اكتر لكن انت لما تسمع عن الاف القصص وتسمع من الاف القصص دي ان فيه 10% مضاعفات وفيه نسبة من الوفيات لا نحن نسمع ارقام هيلة في الهند يعني ارقام فضيعة صحيح لا 300 الف و350 الف والناس مرمية في الشارع انهم تعرضوا التجربة قصية اه طبعا طبعا تعرضوا التحول مصر يعني البلد عندنا الحمد لله يعني الدولة قامت بمجهود جبار وبتعمل كل اللي عليها يعني لكن الناس لازم برضو دكتور يعني انا مشايف انه فيه تراخي في الاجراءات الاحترازية يعني الناس ما بقتش زي الاول مهتمة بالكحل ومهتمة بالكمامات ومهتمة بالتباعد انا ملاحظ الفترة الاخيرة دي ان فيه تراخي من المصريين بالنسبة للاجراءات الاحترازية وكأن خلاص احنا خدنا الفيروس وخفينا ومش هيجلنا تاني هنا بقى أنا ليه ملاحظة وبقولها دايما ان انت لما بتاخد الاجراءات الاحترازية اصلاحية بتساعد بيقولك ايه فرض ما يقولك دم انا خدت الاجراءات الاحترازية دكتور وتعديت عايزة نبه لكل الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا انك لما بتاخد الاجراءات الاحترازية حتى لو تعديت بتبقى نسبة التعرض للفيروس اقل يعني دي خطيرة جدا ان انت مش مسألة المنع او اللا منع لانه هو الفكرة كلها ان الانسان لما بيقارن ما بين ان هو يفضل حطط الكمامة ويخسل ايديه وما بين ان هو ينطلق يمكن يجيلي لا ده انت لما بتاخد الاجراءات الاحترازية حتى لو تعديت انت بتحد وبتقلل بالمسك اللي انت لابسه من كمية الفيروس اللي داخل نسبة الفيروس اللي داخل جسمك يعني كمية بتقلل النسبة طبعا طبعا يعني اذا انا مش مهم ان انا اتعدي لكن انا ممكن اتعدي بكمية اقل معناها اعراض اقل وفطرة او فرصة شفاء اعلى اذا انا دلوقتي حطيت نفسي على الطريق السليم اما احمي نفسي تماما او ان انا اقلل من كمية التعرض للفيروس ودي مهمة جدا لان التحميل الفيروسي او نقدر نقول عليه كمية الفيروسات اللي انا بتعرض لها كل يوم مهمة جدا في تحديد مصاري المرض بتاعي تماما طبعا حضرتك دلوقتي في ظل هذا التراخي حضرتك ملاحظ التراخي ده ملي طب انت بقى عايزين نقول للناس بشكل واضح كده نقول لهم يا جماعة لازم الاجراءات الاحترازية وانها بتقلل نسبة الاصابة بالفيروس بالكمية بالتالي الاعراض بتخفت تبقى خفيفة نسبة الشفاء بتبقى اعلى يعني ارجوكم التزموا بالاجراءات الاحترازية ما نتهاونش الموضوع مش سهل موضوع خطير لا نتهاون في الاجراءات اللي هي الكمامة يا جماعة في المواصلات العامة لو فيه تجمع او حاجة نحافظ على التباعد الاجتماعي نحافظ على المطهيرات نستخدم المطهيرات ونحافظ على التباعد الاجتماعي مشاورنا برضو يعني اللي احنا بننزل والنزول وبتاعنا بيبقى للحاجات اللي احنا بنعملها رايح الشغل بقى غصبا عنه صحيح عنده حاجة مضطرة ننزل لها غير كده ما تنزلش غير كده خليك قاعد في البيت معانا اتصال من ابراهيم كفر الشيخ استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بيك سلام عليكم عليكم السلام فضل ازاك يا حبيبي فضل حب الله معاك الدكتور اتفضل مع سيادتك اتفضل يا فن مع حضرتك اتفضل يا سيد زبراهيم احنا سمعينك كل سنة طيب وانت طيب يا فن متفضل واقعي بقول لحضرتك انا الحمد لله ما عنديش كورونا بس بقدم عنديش اللي انا احفظ الحق نزيز يعني فيما شاء ما بتخوفني بتقول لي طلاقة ما عنديش كورونا ما تاخدهاش يعني استفسارك تاخد الحق او لا لا فهنا ما عنديش ما عنديش بس انت مش عارف اه فانت مقدم وصلت يا استاذ ابراهيم الدكتور هيرد على حضرتك حالا شكرا جزيلا تفضل يا دكتور موضوع اللقاح يعني هو الاستاذ ابراهيم فتح لنا نقطة برضو مصارة في المجتمع دلوقتي موضوع اللقاح يعني ناس كتيرة متخوفة من اللقاح الناس تقولك لا انا مش اخد انا مجليش كورونا انا مش اخد اللقاح لا حضرتك لا تتخيل كم المكالمات التليفونية اللي بتلقاها اكتر من سؤال عن اعراض الكورونا وعلاجها اخد اللقاح ولا لا اه يعني انا بقدر احسب الاتجاهات المجتمعية من خلال الحركة اليومية كم المكالمات والاستفسارات اللي بتسئلها على اللقاح سواء اخدوا ولا لا زي الاستاذ ابراهيم الفاضل هو متردد ما مجليش الكورونا ومقدم بس خايف الناس بتقوله لا ما تاخدوه او لو خط احصل لك وعي احصل لك وعي احصل لك وعي ووصل الامور ببعض الناس لتشخيص نفسهم يعني يقولي انا مريض قلب ومريض سكر واخده احنا هنا طبعا لازم نقول الامور والناس بتقرأ والناس موجود لكن برضو لازم نقول واحد ما فيش امل في التعاطي مع اخطر حاجة مرض هدد البشرية انا عايز اقول لحياتك ان التوصيف ان ده من اخطر وباء هدد البشرية على مر العصور طبعا ما فيش حاجة ممكن تتعامل مع هذا المرض غير حاجتين الوقاية اللي سيادتك مشكورا قلتها واخد التطعيم انا بكرر وستاذ ابراهيم بقى اكيد يا ايض تكون سميثنا وستاذ ابراهيم لازم تاخد التطعيم لازم تاخد التطعيم لازم تاخد التطعيم وتقدم من خلال الرابط اللي عامله وزارة الصحة والدولة المصرية طبعا ممكن نقول للسادة المشاهدين فين يلاقوا الرابط ده ازاي يعني حد من كفر الشيخ حد من المواطنين في الاقالين مش عارف يدخل ازاي يدخل ازاي هو رابط بسيط جدا دخوله عن طريق النات موجود فين الحصول على التطعيم وزارة الصحة المصرية حيطلع هو www.egcovac.eg اعتقد تمام بتخش على طول بتسجل البيانات بتاعتك بتحط الرقم القومي وبتذكر ازا كان عندك امراض مزمنة والسن بتاعك والمكان اللي انت عايز تطعم فيه كل المخاوف اللي بتتقال على التطعيمات ليست حقيقية الارقام اللي تقالت عن مضاعفات التطعيمات دي ارقام موجودة لكن دي ارقام دراسات انا مش عايز اتفرع كتير اصفات واخد من قد حارتك السمين لكن انا عايز اقول للناس كل الناس اللي بتتفرع ده مهم موضوع التلقيه دكتور انا عايز تقول يعني نركز هل انت تتخيل لان فعلا انا جات لي رسال كتير ناس كتير قبلتني كلمتني احنا متخوفين من التطعيم طب ناخد الصيني ولا ناخد الانجليزي طب ناخد ده ولا ناخد ده ليش مانا دول ده الصيني ودون انا استرازينيكا ده بيقول لا ويقولك ده متوصي عليه وده متوصي عليه اخد الصيني يعني جملة مشورة او جملة 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 انت تفهم ازاي لازم نعمل استرس على النقطة دي ونتكلم فيها ونوضح للسادة المشاهدين عشان لما يروح ياخد التطعيم يدوله الصيني او يدوله الانجليزي على حسب حالته الصحية جما هم ما بيبدوش بالتوصيات السيني او الانجليزي حسب حالتك الصحية الدكتور تفضل هيشرح لنا القصة دي التطعيمات في العالم بتتعامل بطريقتين في مجرستين في المساعدة هستأذنك هناخد اتصال تليفون محمد من القليوبية محمد مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريت يا محمد يعني كلمة بعيدة عن التلفزيون يعني انتاخد التلفزيون بعيدة عن التلفزيون تمام بقولك لو صامتش عندي حساعة لتدري وبتعامل ببخري فهذا الوقت هنا دي مدرر حاجة زي كده وقالنا لأ أنت عمرك كم سنة يا فن أنا عندي تلاتة وتلاتين وفي أي أمراض مزمنة تانية بتاخدلها دقاءة غير البخاخة لا لا هي البخاخة شوف يا فندم الأفراد أو الناس اللي عندهم حساسية اللي زي حضرتك هما من أكتر الناس اللي لازم يسرعوا في أخذ التطعيم واحد نمرة اتنين في التطعيم أو أثناء لما حتسجلي حيقولولك هل عندك أمراض مزمنة حتسجلي النقطة دي شكرا يا محمد الدكتور هيرد على حضرتك تفضل يا دكتور لازم طبعا هي طبعا الناس اللي عندهم حساسية على الصدر بيبقى تعرضهم او احتمالات تعرضهم لندعفات الكورونا أعلى ما فيه شكرا ده لأنه هو الصدر عندهم فيه هو رسكوريدي عنده مشكلة عنده مشكلة مظبوط فإذا هو هي لازم تاخد بالها أولا زي ما حتسجي قولت تاني بكرر من الإجراءات الاحترازية تاخدي بالك الإجراءات الاحترازية للتعرض للتجمعات نمرة اتنين إنك تقدمي على حصول على التطعيم وحيكون ليك لما تقول إنه عندك حساسية أولوية مظبوط لأن الموقع بصراحة قدرته على الفرز وتحديد الأولويات حقيقي حقيقي بدون مجاملة شيء فعلا رائع لا هو فعلا أثبت للموقع ده إنه فعلا فعال نسكر جدا التعامت والأمر بيتم بمنتهى السلاسة يعني حضرتك بتروح المكان اللي انت اللي هم وجهوك في رسالة بيجي لك في سالة على التليفون رجاء التوجه إلى المكان الفلاني حسب داير تسكنك بتروح الأمور ميسرة جدا ومجاني وبيكشفوا عليك وبيعملوا لك كل حاجة بتاخد اللقاح بيحددوا لك معادة جرعة تانية وبتمشي موضوع بسيط بس هو ده العلاج مظبوط أنا هرجع تاني الموضوع اللقاح الصيني والإنجليزي واللغط اللي شغال في المجتمع والتوصيط اللي تتعمل عشان الناس تاخد اللقاح الصيني نيروش للإنجليزي على اعتباره أن هما اللي يظهر عن دورهم هما اللي عملو ناخد حاجة من أصلها في طريق العالم بينقسم لمدرستين في صناعة اللقاح مدرسة الشرقية بتعتمد على تقريبا مش عايز أقول الأمور ببساطة لكن للمشاهدين المدرسة الشرقية زي الصين وروسيا والهند بيعتمدوا أن الفيروس نفسه بتتشال منه وبيتعرض لتسخين أو لطرق علمية معينة لإزالة الجزء الضار لكن الإنسان بياخد الفيروس بعد لما أزيل منه الجزء الضار بس هو الفيروس نفسه المدرسة الغربية لا بتاخد الجزء الآمن من الفيروس وتحطه على فيروس أو RNA أو تركيبة آمنة وتديه إذن هنا باخد الفيروس نفسه أعرضه للتعامل والديل أو هناك أن أنا باخد جزء منه وأحمله دي طريقتين صناعة الفاكسينز يعني الاختلاف في طريقة الصناعة بزر بالنسبة ليه الكفاءة تقريبا إحنا ما عندناش حاجة معينة تقول إن ده أكثر كفاءة من ده كل الأوراق بتتشابه إذن كل الفاكسينز تقريبا أولى من نظام الصحة العالمية اعتمدتها نمرة اتنين إن هي كلها تقريبا بتتمثل في الكفاءة نمرة ثلاثة إنها قادرة على التعامل أو تقدر تتعامل مع التحور ده مزدد النهاردة أعلن النهاردة منظمة الصحة العالمية اعلنت إن أسترا زينيكا وفايزر عندهم قدرة على التغلب على المتحور الهندي ده رسميا النهاردة صحيح إذن إحنا دلوقتي كلنا لازم ناخد الفاكسين المتاح الدولة المصرية دلوقتي إحنا عندنا فيه اتنين متاحين السينوفارم والأسترا زينيكا الناس بتقلق أكتر من الأسترا زينيكا وابتدوا كمان يكلموا عشان أعراضهم عشان اللي سمعوه في أول التعاطي بتاعه لكن هو في أول التعاطي بتاعه حصلت بعض المضاعفات من الناس اللي استخدموه لكن منظمة الأدوية الأوروبية وكل الدول المستخدمة رجعت أقارته في خلال اتنين وسبعين ساعة أو خمسة أيام هنا أنا قدر أقول ودي الجسالة لكل الناس أن أي حد فينا بياخد أي مادة كيميائية معرض لمضاعفات هل حضرتك تعرف أنه ممكن أرس مسكن أو أرس مضاد حاوي يعمل إحباط كامل لأنه خعل الإنسان في خلال ثلاث يام ده موجود في العلم إذن أنت تاخد أي مادة كيميائية معرض للمضاعفات نحصل مضاعفات صحيح إذن ناخد اللي يعرض علينا سواء الأسترا زينيكا أو السينوفارم ناخده أكيد في نقطة تانية في التطعيم مهمة جدا زي الكمامة أن التطعيم لو ما منعش العدوى فلما تيجي بتبقى عدوى ضئيلة أو ضعيفة جدا أنا عندي حالات واخدين مش هقول أي فاكسين لكن خدوا نوع واحد من الفاكسين وفي خلال أقل من عشرين يوم من أخدانهم حصلت لهم عدو ومثبتة بالمسحة الأنفية نحن الجرى الأولى ديما استوى صفة وضع أنت قاري برضو كويس صحيح لأنه هو الكلام بيقول أنه لازم الجرعة التامية المنشطة عشان نتأكد لكن إيه اللي حصل في العينين دول أن الأعراض عندهم كانت أعراض بسيطة لأنه هو عنده جزء من المناعة متكون أصلا في جسمه إذن أنا كل الناس متفرج أو بتسمع التاجهوا للتسجيل في الرابط فورا فورا كله يسجل يا جماعة في الموقع بتاع وزارة الصحة حاجة آمنة وفعالة جدا ومجاني مهتمة بهذا الموضوع ومهتمة بسلاسة الرابط موضوخ خطير يا دكتور ده صحة الأمن قوم وصحة مواطنين وإنت حضرتك تقول لي لا أصل اللقاح ده بيقولوا بيعمل وبيقولوا بيساوي هو ده الحل الوحيد مفيش حل تاني مزبوط مفيش حل تاني غير أن إحنا نحافظ على الإجراءات الاحترازية الكمامة المطهرات التباعد الاجتماعي وبعدين نسجل في الموقع بتاع وزارة الصحة ونروحنا الطعام طيب قبل ما ما سيب نقطة اللقاح دي يعني الدكاترة اللي بيبقوا موجودين في المراكز التاطين بيحددوا فلان ياخد أسترازانيكا وفلان ياخد الصيني بناء على إيه عشان حضرتك قلت جملة يعني أنا اسميتها برضو قبل كده ده متوصي عليه فبياخد الصيني ما بياخدش الانجليزي بيحددوا بناء علي نوضح ده للسادة المشاهدين عشان يبقوا عارفين في الحاجتين الوحيدتين اللي بيمنعوا أخذ أو تلت حاجات الأولى الأساسية اللي ممكن أي دكتور في مركز اللقاح بيسألهم هم أوجود تلت حاجات واحد إنه يكون حامل الحامل أحد الحاجات التي تمنع التطعيم تمنع تمنع يعني الحامل ما فيش تطعيم ما فيش تطعيم نمرة اتنين أي شخص بيكون بياخد أدوية اللي بتقلل المناعة من أشهرها الكورتزون مرضى الروماطايد مرضى بعض الأزمات الربوية يعني أي شخص بياخد مادة بتقلل المناعة بشكل منتظم يعني مش بياخدها كلنا بناخد كورتزون في وقت محافظة لكن نقدر نقول الناس اللي بتاخدوا بشكل منتظم أكتب قالهم أكتر من 6 شهور سواء كورتزون أو مواد مصبتة المناعة عشرات الأنواع من الأدوية دول ممنوع إنه هم ياخدونها أو فرض يكون حضر عنده إسهال عنده ألم فبط يعني شخص مريض بملادع مجل الشك إنه عنده كورونا إنه عنده كورونا أو يشتباه ده ما ياخدش اللقاء دول التلق بالزاب وطبعا أنا بشيت بالتفاهم الغير عادي إنه بيدونه معاد تاني وبيكونوا متفاهمين لكن ما بيحصلش أنا طبعا مش في ظبط صحة لكن أنا قدر أقول اللي بيحصل ما بيحصلش إنه بيحصل إنه بيختار ما بين سينوفارما أو الأسترازينيكا هو بيبقى من الأول الراك أو بيبقى الأول الكمية اللي موجودة هي نوع واحد لا في بعض الأماكن فيها النوعين في نوعين بس ده يعني حيقلب بمرور الوقت يعني مش هيبقى موجود هيبقى موجود مجموعات اللي هي مجموعة واحدة لكن ما فيش حاجة تخلي الدكتور يقول إن لا أنت مش هتاخد الأسترازينيكا وحتاخد سينوفارما دلوقتي معينة غير أصل أنا بس أل حضرتك أنا سألت الطبيب سألت الطبيب يعني وقلت له على أي أساس بتحدد إن الشخص ده ياخد الصيني أو ياخد الإنجليزي في قال لي حسب حالته الصحية إنه صحيته هل تتحمل إنه يتحمل أعراض الأسترازينيكا أو ما يتحملش دي حتقل بمرور الوقت قالي الكلام ده صحيح لا مش فأنا بسأل حضرتك نثبت المعلومة دي ممكن تكون معلومة بيقولها الدكتور لأن الدكتور الطب الوقائي غير الدكتور الإكلينيكي دكتور الطب الوقائي ما بيكشفش على العيات لقاعد بيطعم طبيب ما بيكشفش ده طب وقائي ليه زي ما بيقوله كراسة شروط معينة ماشي عليها هم الثلاث حاجات دول هم اللي حيقوله فورا لا حضرتك مش هتاخدي أو حضرتك مش هتاخدي الحمل وجود أعراض حد أو أو الإصابة بالفيروس بأعراض حد بياخد أبدوية مصبتة أو مهدئة للمناعة أمراض الروماطايد أو أمراض كتير أو أمراض مناعية مش عايزين نقولها كلها هم دول الثلاث أسباب الأساسية ليه بقى استثارات أنا عايز أوصل لحياتك من نقطة تفضل إن لو حصل تطعيم لسبعين أو خمسة من سبعين لتمانين في المية من أي مجتمع ما إذن المجتمع ده وصل للمناعة القطيع وأصبح آمن للحركة يعني إحنا لو طعمنا تمانين في المية من البوبيليشن العشرين في المية اللي ما طعموش أصبحوا خلاص خدوا مناعة القطيع لأن التمانين في المية طول النهار حيعملوا إيه كل واحد حيتعدي بالفيروس الجهاز المناعي بتاعه قوي حيروح مكسره فلو اتنقل للسليم العشرين في المية حيوصل له فيروس مش هو يعني ضعيف هي دي فكرة مناعة القطيع الأساسية كل المطلوب من الفاكسين أو من التطعيم الناس فهم أن مناعة القطيع ده إنه هو كل ما الفيروس ده استمر وموجود والناس ما بتعياش إنه خلاص كده أخدنا مناعة ضد الكورونا مش هيجينا أخدنا مناعة القطيع تسفهما كده أحنا مكلم في أرقام إنه أي مجتمع لو حصل تمانين في المية من الناس منه خدوا التطعيم أو تعادوا نفترض إنه إحنا عبال يعني أكيد فيه نسبة العدوى ما عبالة تمانين في المية دول لو حصل إنه تمانين في المية دول عندهم أجسام مضادة سواء تعادوا قبل كده أو عندهم مناعة أو خدوا التطعيم معناها إن الـ 20% البقائين دول أصبحوا في أمان تام ودي النقطة اللي بيجري وراها العالم كله عشان تترفع راية واحدة إنه عاني الوقت للعودة للحياة الطبيعية في اليوم اللي يتأكدوا فيه إن المناعة القطيع على مستوى العالم العالم لأنه هو الغايد دلوقتي هو أعطي أو حوالي بليار أو مليار بالزبط مليار جورة تمام والعالم بيجري عشان لكن هو العائق الوحيد هو قدرة مصانع العالم مجتمعة على انتاج كمية كافية تمام بس لكن هو لو فيه طريقة معينة الرفع ده هتقدر نوصل لمناعة القطيع على مستوى العالم وعلى مستوى دولة يعني هنا بنتكلم في سنتين ثلاثة كمان يا دكتور مش عايزة أقول كلام ممكن يعمل يعني لكن يعني فيه كلام كتير على خمس فيه كلام على خمس سنين خمس سنين فيه كلام على خمس سنين يعني كورونا ده قاعد معنا بس ده كلام يعني أخشى انه هو يتاخذ على انه هو لكن هو احنا بنتكلم ان فيه كلام ده هدك بتقول لي لما المجتمع يصل لنسبة التطايم فيه 70-80% مزبوط يبقى لـ 20% البقين هياخدوا مناعة القطيع هياخدوا مناعة القطيع طيب العالم كله اما ظنش حد في العالم كله وصل مثلا لـ 30% لا 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 والروس وانجلترا وانجلترا والمانيا وإيطاليا المكسيك دي دول ومصر بتاخدوا خطوات جامدة جدا احنا لغاية دلوقتي مليون تسعمية ده الوقت 21-5 مليون تسعمية اتنين وتمانين جورة مزبوط وده رقم يعتبر ده خلن في اتنين مليون اه ده رقم يعتبر جيد ومجردات بزا لكن دولة بتوفر الحاجة بدون وعي واعتقاد ان فيه خطر واعتقاد وبعدين انت عارف حياك المعلومة السيئة بتعمه وتنتشر اسرع صحيح ده ده خد التطعيم وحصل له حرارة ده خد التطعيم وحصل له كذا ده ده خد كذا وحصل له كذا ده تنتشر اكتر التوصية الشديدة خدوا التطعيمات ومش كل واحد عنده قلب او ضغط او سكر او 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 يقول ويخاف اقول انا مش هاخد التطعيم مرضى القلبي في مراحل متقدمة جدا هما اللي بيحذر من اخدهم في مراحل متقدمة جدا يعني حالتهم صعبة فشل تقريبا في عدلة القلب فشل في عدلة القلب الدرجات عالية انا آسف يعني اللي هو بيكلم بينهج يعني مش عايز اقولها بالشكل الدارج ده يعني يعني واحد عنده القلب الدرجة انه هو بيكلم او بيتنقل من الكرسي ده للكرسي ده جوه بيته بصعوبة ده ما ياخدش ده ما ياخدش لكن مريض القلب التاني اللي مركب اساطر وعمل دعمات او عمل عملية او 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 ده لازم يتوجه لاخد الناس كثيرة اللي عاملين دعمات او اللي عاملين اسطرة او بتاع بيخاف مفيش كلام ده بقولك انا عامل دعم انا عامل اسطرة انا ماخدش التطايم حسن هيموتني نستكال عندي منقشة مبارح من النوع ده برضو نفس زي محضرتك بتقول بالزب نفس اسلوب المناقشة وبرضو اسئلة لكن احنا بنؤكد ان ما فيش غير الثلاث موانع الاساسية دول اكثر التطايمات عادة ذلك تقريبا هيكون كل الناس فات لاغعملية التطايم تمام خليني انتقل لسؤال بمناسبة ان احنا دخلين على شهور الصيف الحر يعني انا دخلين شهر يوليو يعني الحرارة والصيف ايه الاعراض يعني انت قلت الاعراض بتاعت الجهاز الهضمي بتبقى البطنية بتبقى اكتر في الصيف من الجهاز التنفس ايه العراض اللي خلي الانسان يشك او يكون متأكد انه عنده كورونا الاسهال الشديد جدا اربع او خمس مرات في اليوم في خلال 24 ساعة مع عدم قدرة على التحكم في الاسهال يعني لان هو الفيروس بيعمل ايه الفيروس لما بيخش جوه جسم الكورونا لما بيخش جوه جسم الانسان بيعمل تلف في المخاط المبطن للجهاز التنفسي تمام ومن ضمن قدراته انه هو بينتشر لإزاء المخاط المبطن للجهاز الهضمي يعني هو بينزل بيكمل تفاكر حالتك ويحنا زيارين كلمة برد في المعدة دي كلمة حقيقية على الفكرة ان فيروس البرد العادي او فيروس الانفلونزا قدر انه هو يخش جوه بدل ما يخش جوه المخاط بس بتاع سدرك كمل المخاط بتاع المعدة والإصناع عشر او الأجزاء الجهاز الهضمي بتاعتك وعمل فيها تلف بوضع عمل فيها تلف شديد جدا ده يترتب عليه فقدان القدرة على تركيز البراز جوه الجسم وحدوث اسهال وآلام في البطن غير عدي اذا اسهال اربع او خمس مرات في اليوم على مدار اربعة وعشرين ساعة ده احد الدواعي وبيبقى عادة اسهال ليس بزورة على النزلات المعوية او العحالات التصمم البسيط او 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 اه بيبقى وبيبقى اربع او خمس مرات بيصحبه احيانا او لا ارتفاع في درجة الحرارة بيصحبه احيانا او لا مظبوط ارتفاعه في درجة الحرارة اذا الاسهال آلام البطن واحيانا القيء ده احد الاعراض او الظواهر يمكن نقول الصيفية او الاعراض الصيفية لفيروس الكورونا المستجد تمام تمام طيب حد بقى يا دكتور يعني برضو يعني موضوع موجود في المجتمع ناس بتجيلها بتتأكد ان عندها كورونا هي متأكدة ان عندها كورونا بس هو يعني بيقولك لا انا مش هروح مستشفى العزل انا هتعالج لوحدي هتعالج لوحدي طب هتعالج لوحدي ازاي طب انا هعود في البيت طب اعمل ايه يعني انا لاحظت ناس شفت ناس كتيرة كده صحيح يعني مش هروح يعني بيقولك لا ده احنا هنجيب قمبوبة اكسجين نحطها في البيت وناخد الكرس بتاع العلاج لبروتوكول معمول هناخده وخلاص ونخف من الكورونا وقعد في البيت 14 يوم وخلاص الكلام ده صح ولا غلط وإيه الخطورة فيه انه ممكن لو عزل نفسه في البيت يحصل ايه العزل المنزلي في الحالات البسيطة او المتوسطة الغير مرتبطة بانخفاض في نسبة الاكسجين او صعوبة التنفس وارد والعالم كله مش كده اذا ما يقدر نقول ان انخفاض الاكسجين او شعور الانسان بصعوبة في التنفس ومظاهر الصعوبة في التنفس هي النهجان يعني سرعة التنفس وان التنفس الانساني المفروض بدون صوت بدون صوت لا بيحصل فيه ارتفاع في صوت التنفس اه او التنفس نهجان نهجان بصوت سريع اه وصوته عالي تمام دي من اهم العوارض ويه طبعا بيكون يكون مصاحبها شعور بارهاق طبعا شديد جدا عرق شديد جدا دوخة عدم قدرة على الكلام انخفاض في التركيز لان الاكسجين بيقل يبقى دي لازم دي معنى انك اتنقل انا لسه مستمرين نقطة مهمة جدا بس اخد اتصال تليفوني منة الله من الشرقية مستاذة منا السلام عليكم عليكم السلام شايزة تاخد المسك برضو برضو سؤالك ايها منها سؤالك ايها منها طلعا انا باخد اصلا حاجة بقى لي سندين الحفاظية من قبل كورونا دي بتظهر عشان ما اتعرض للمسك للسجار او الطراب او الروائح دي وقت اللي عندهم الحفاظية في الصدرق بسيطة واردين اكتر لكورونا وبعدين انا تمعت البرامج طبيعي ممنوعي كله المصل اللي هو الاسترازينك او الفايزر هي عندها حسية وبتاخد حاجة للحسية وبعدين قالوا لها انه ما تاخدش المصلة عشان لو كنت يا منا الحاجة اللي بتاخدية للحسية شكرا يا منا الدكتور هيرد على حضرتك لو كان الحاجة اللي بتاخدها للحساسية دي مادة الكورتيزون ومادة الكورتيزون مش مادة سيئة ولا مادة مضرة بالعكس دي واحدة من افيد المواد في الطب مكانتش افيد مادة في الطب لكن احنا بنقول زي ما رجع لو انت يا مينة تاخدي مادة الكورتيزون المصبتة لمناع عشان عندك التهاب في الجيوب الأنفية اذا بقلك اكتر من 6 شهر اذا فعلا افادة انك ما تخديش التطعيم بافادة سليمة لكن لو كان الموضوع ان انت بتعاني من حساسية عادية في الأنف وده الجهاز التنفس العروي فانا بقولك لازم تاخدي التطعيم طيب نرجع يا دكتور كنا بنتكلم في انه لو فينا هجان شديد ده مهم انا احنا بنتكلم في الناس اللي بتكلم في العزل المنزلي العزل المنزلي وكواعده اه يعني مش الاعراض البسيطة لكن فيه منه هجان شديد وحضرتك قلتلي مصاحب كمان بقيء اه يبقى في الحالة دي نكمل اه ده معناها ان انت اتنقلت كمريض كورونا لأصبحت حالة متوسطة او حالة عنيفة او حالة شديدة سبير اذا ده موجب ان انت تنزل على المستشفى للحجس انخفاض اكسجين الدم انا طبعا مش عايز اقول المعلومات دي لانه هو ممكن لكن فيه محددات لان الموكورونا مش مرض زي ما قولنا مسؤولية مجتمعية كل الناس لازم تعرف ايه الصحة وامتى الاكسجين يبقى مظبوط لانه هو بقى فيه تعامل جميعا اكسج ده يعني المكشفة في زمن اللي احنا فيه ده ان انا وصل المعلومة للناس عشان الناس اللي بتفرج علينا تبقى عارفة ايه القصة بالزبط انت لو اهملت في الموضوع ده ما فيهاش هزار انت هتموت مزبوط موضوع ما فيهوش هزار مزبوط انت هتموت يعني لو اهملت في القصة دي انت عندك يعني كورونا او جالك اعراض الكورونا ولا انا هقعد في البيت طب انت اولا هتعدي الناس اللي في البيت هتعدي الناس اللي في البيت هتعدي اقرب الناس اللي هم موجودين في البيت مزبوط وبعدين لو عملت العزل وما عملتوش بشكل صح هتموت مزبوط فالافضل ان انت هتتوجه لمراكز العزل الطبي او الاماكن اللي فيها العزل الطبي فاضل يا دول لان مرحلة التدخل كمان مهمة جدا توقيت التدخل مهم جدا في عينين لما تأخر في النزول للمستشفى أو تعجه لمستشفىات العزل ده بيخلي التدخل معاه لما بيخش المستشفى ناسا زينك تاني معايا أم أحمد من القاهرة بسال خير أم أحمد أم سال نور فضلي يا فن دكتور سمك أهلي يا فن متفضلي إيه شي مع حضرتك بقول لحضرتك أنا أصبتي بالكورونا أصبتي بالكورونا آه في أول موجة السؤال فاتت يعني وتعليقتي منها فضل فدلوقتي ممكن أن أنا برضا تنصبها تاني يعني فضلي سامعينك فضلي أيه والسؤال التاني أنا معددي تعباني من دول عندي تعب جامد في معددي والسماء فضلوعي من وراء وعندي حرقان في زوري وديقيت أرصص بس مش قوي لأن أنا عندي حصية تتضر أطفل فأنا أريد أعرف الأعراض ديت من معدتي ولا مثلا برد ولا يكون أعراض مثلا خفيفة كورونا بقى لها أدي الأعراض بتاعت ألام المعدة ديت بقى لتلات أيام تلات أيام متصعدة بترجعي؟ لا 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 أوه انتفاخ تقلصات ألم جامد يعني مكتمع على نفس كده مش أدرى أقول نفسي واللوعي يعني النفس بيسمع في الضوعي من وراء دا حيتالي مين أو الشمال؟ ولا فونتصة في الصدر بالزبط؟ لا في الشمال في الشمال لا هو طبعا أولا شكرا يا أم أحمد دكتور هيردى هل يكتفضل يا دكتور؟ شوفي بقى أولا كون إن يحصل عدوى تاني إذا كان دا حصل المفروض إن علميا الإنسان لما بتعدي بفيروس وبتعديش بيتاني لأن المضادات اللي جوه الجسمه بتحميه لكن إذا كان في ناس موجود إن هم تعادوا مرتين فده حصل وشوفناه هل بقى لأن يعني جات له الكورونا وتعالج ورجع أصيب مرة تانية ببيسيارات وببيسيارات يعني مش عايزه من جهات موصوق فيها فإذا كان هل دا بقى نتيجة قدامنا تفسيرين إنه هو فيه يعني هو فيه زي سلالات أو هو الكورونا مكون من أسر لكن العلم مش قادر يكتشف إنه هو يفرق بينها زي فيروس التهاب الكابلي مثلا لما ظهر كانوا بيشوفوه فيه فترة التمينينات إنه هو فيروس الانتهاب الكابي دي الوبائي الوبائي بعد كده لما تطورت الكواشف ابتدوا يكتشفوا إنه فيه A وفي B وفي C وفي C subtypes صحيح فهو غالبا هو فيه هذا الطبع كفيروس إنه هو فيه أسر أو فيه سلالات منه أو أنواع منه فاللي جاء المرة الأورانية جاءت بعد المرة التانية إذن سؤالك إذا كنت ممكن تدعيدي تاني فإحنا ما عندناش تأكيد إنه إنتي مش ممكن ما تتقليش تاني أنا عارف إنه إنتي كنت عايزة تسألي سؤال بس أطلق بابتي الطعم ولا لأ أكيد كنت عايزة تسألي سؤال طيب هنرد عليها بعد ما ناخد اتصال آخر عبد الرحمن من الغربية أستاذ عبد الرحمن أيها أستاذ أتفضل يا فإنهم سمعينك أنا عندي حساسية صدر وحساسية أن وباخد أدوية كورتزون دايما مع البخخات فروحت أخد المصل في الوحدة الصحية فلما قلت له أنا باخد كورتزون وعند حساسية قالوا لي ما تاخدش الانجليزي استنى ما يصين ييجي عشان ندوه لك طبعا سؤال حضرتك فهل الصيني يبقى آمن لي لأن الدكتور بيقول دلوقتي أن اللي عنده حساسية وياخد كورتزون ما ياخدش ماصر سؤالك يعني هل تاخد ماصر الصيني أخد الصيني يعني أفضل ولا أخد الانجليزي ولا ما أخدش شكرا يا أستاذ عبد الرحمن الدكتور هجاوب على حضرتك شكرا هو أستاذ عبد الرحمن بيكلم في اللحنة قلناه لو أنت يا أستاذ عبد الرحمن بتاخد الكورتزون بشكل متقطع يتاخده فترة لغاية لما سدرك يهدأ أو المناخيرك أو الأنف يهدأ أو الجهاز يتنفسه ويهدأ وبعد لا ممكن تاخد أي تطعيم ممكن أنت تاخده أي نوع مكون موجود قالوا له ما تاخدش الأسترازينيكا وخد الصيني أنا ما أعتقدش أنه هو الدكتور أنا أعتقد أن دي اللي هو الشخص اللي قبله قبل ما يخش الواحدة طب هل فعلا تفرق؟ لا ما تفرقش خالص يعني ده يعني المسؤول بتاع الواحدة الصحية عندهم يعني هو ما أعتقدش أنه المسؤول لا بالزبط ما أعتقدش أنه طبيب يعني ما أعتقد أنه هو لكن هو هنا دي ده اللي أنا كنت بكلم حضرتك تهيمي الأول الناس بيقولوا إيه لا ده الإنجليزي ده أعراضه بتبقى جديدة والصيني خفيف فاللي بيجي التوصيح بيأخذ ده مش موجود ده مش موجود مش موجود في الورق يعني مش موجود في الورق نفسه في النواهي بتاعة التعاطي أو كده ده مش موجود في المعلومات إذن عشان هو يعرف الكورتيزون لو بتاخده بشكل متقطع وبتقطعه كل اللي حب عليك أن أنت قبل ما تاخد التطعيم بفترة كافية شهر تقريبا أنك تتوقف عن أخذ الكورتيزون ممكن هم يكونوا قالولوا كده مثلا يدولوا فترة عشان هم مش عارفين يعني مش عارفين أنا خدت الكورتيزون والطبيب الوقاية قالوا لا مش هتاخد التطعيم دلوقتي فده إجراء سليم لأنه ما ينفعش ياخده أثناء تعاطي شيء بيقفض المناعة لكن ينفع ياخده لو هو ما تبطل هذا العقار يعني يبطل الكورتيزون في مدد شهر مثلا حاجز بينه وبين فترة اللقاء طيب أخذ معي اتصال آخر سيد محمد من القاهرة سيد محمد سيد محمد عليكم السلام أهلا بيك يا فاندم أهلا بسيادك نعم بحضة لك فاندم بتاعز أسر الدكتور بس باليومين كده داخل على 3 ديام كده مناخيري فيها سخونية كده ونفس كحدة طبع على سيد في إحساس فيه ارتفاع في درجة الحرارة لا مش طبيعي ما فيش ارتفاع في درجة الحرارة لا لا ما فيش بس مجرد شعور فضل كان فيه برضي يا دكتور أنا سوريا كان فيه دو أهلا بس الظهر بس راح يعني يوم كان راح وفيه صعوبة في التنفس أو حسس إن سيدنا تطبق عليك شوية اه طبق عليك شوية ومناخيري ومناخيري ويه جزة يعني جزة يفوضح حسس إنه ما فيه مشكلة كده حسس الشم وتزوق الشم يجي في أول حاجة يعني أول حاجة مشكلة الشم يبقى كوية زعري كده مشكلة مشتاك اشتباه طبعا ده اشتباه في الكورونا يعني 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 كمسيف في المياه في الشم مش كامل عندي والتزوق نفس النظام ده اشتباه أكيد بس أساس محمد ده اشتباه في الكورونا لازم تروح أقرب مستشفى يعني مستشفى عزل يعني عشان تتطمن ولو فيه حاجة هما طبعا هيساعدوك فورا يعني أنا عايز بس أقول له حاجة شكرا بس لازم تتطمن ان في الكورونا البسيطة اللي هي الغير عراضية يعني ما فيش الأعراض اللي هو بيقولها دي ممكن ان احنا كمان ما بديش حتى مضادات حيوية بعض هذه الحالات بنكتفي بالفيتامينات وبنكتفي بأدوية لتدائيم المناعة وبعض الدعم اللي هو بدون اخذ حتى مضادات حيوية يعني في حالة استاذ محمد ممكن اه طالما مظبوط اه لكن هو ممكن يكون عند حيوية انا بشم في الأول وبعد كده بشم مش تاني جائز انه هو ياخد بعض مضاعمات المناعة والفيتامينات بدون حتى مضادات حيوية لغاية لما تحصل درجة من درجات الشفاء مع المتابعة الطبية طبعا طب بتحمل الموجة الأولى طبعا لكن هو لو في دكتور ببطولة بصراحة طبعا صحيح 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 هو لو في دكتور بيسق فيه وبيتعمل معه انا دايما بفضل حاجتين في الدكتور الدكتور اللي هو اتعامل معه قبل كده لان ده بيرفع الحاجز النفسي بين المريض والدكتور ودي اهم حاجة المريض يبقى حاسس انه الدكتور ايما او يروح للدكتور اللي هو دايما لما تسئل اروح لأني دكتور لوحده الدكتور اللي انك حسيت وانتقعد ما انه مهتم بيك تمام فهو اذا كان بيعرف دكتور معين بيتعامل معه لا يلجأ يروح للدكتور ده بالزبط ما بيعرفش يروح لمستشفى في مستشفى احد عيادات مستشفىات العزل وهم بالعشرات في كل ايضاك مصر ياريت تكون سمعنا سيد محمد موضوع يعني لكن هو اشتباه طبعا يعني لازم تهتم بيه ولازم تروح لانا دي حياتك لازم تروح لأيما الدكتور يعني تكون تعرفه لو ما تعرفش دكتور تفضل توجه لأقرب مستشفى بالنسبالك وهم ان شاء الله يقوموا باللازم دكتور كنا بنتكلم في مسألة العزل قبل المداخلات التليفونية وقلنا انه الاعراض الشديدة دي النهجان والحاجات دي لازم ما يعودش في البيت يعني انت رأيك انه ما يعودش في البيت ما يعملش عزل في البيت يروح على مستشفى فضل في حالة النهجان او زي ما قلنا النهجان او ارتفاع عدد مرات التنفس او صوت التنفس العالي او فقدان في التركيز او قيء مستمر شديد او ارتفاع دائم في درجة الحرارة ما بينزلش لان هي لما بتاخد انا اعسف هاطعك تاني معي تصال من المملكة العربية السعودية او مشاهد من جدة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلي سماعينك او مشاهد انا عادي بي انت يا دكتور هي عندها اجزمة من زماعة منها قتلة داخلين هي في الجامعة في السنة الاولى عندها احنا مستماعين كويس لو سمحت او مشاهد احنا مستماعين كويس ياريت تأيدي تاني لو قلت عندي بي انت عمرها ساعة سنة ساعة داشر سنة او عدها اجزم حاد حاد مرة يعني كان زماعة وشاط البحيم من رمضان يعني مرة تعبتها لين تحوك لين ما تنزف البيضة هينزف جالها اي حد ازل ما حد اه ازمة حد ازمة صدرية يا فندم يعني سنتك تقصدي لا لا اجزمة اجزمة اه اجزمة اه اجزمة اجزمة فضلا تاخذ التطييم ولا كيف انا ما 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 يعرف السؤال السؤال يا مشاهد تاخذ التطييم ولا تاخذ التطييم ولا طي شكرا جزيلا انا الدكتور هيردها لحضرتك الاجزمة هي طبعا لو الاجزمة دي اللي هو عبارة عن التهاب الجلدي او جهة التهاب حساسية في الجلد الاجزمة زي ما احنا مصبور لو كانت شي عابر حصل من فترة طويلة زي ما تقولوا هي عندها 19 سنة لا يوجد اي مانع من اخذ التطييم طبعا لا يوجد تاخذ التطييم يا مشاهد تماما ما فيش مشكلة لكن هذه الاجزمة لو اجزمة دائمة لان فيه انواع من الالتهابات الاجزمة الجلدية بتستدي علاج دائم بالادوية من ضمنها الكورتيزون نرجع تاني لنفس النقطة تمام لكن انا بالنسبة لي لا اتاخد التطييم طبعا بشكل امن مفيش مشكلة خالص لأي يوجد ما يمنع في العلم من اخدانها للتطييم تمام طيب هنرجع لكل نبتكلم عن الاراضي الشديدة وعايز يعني بقول لك لا مش هروح مستشفى انا هوقت في البيت وتعاليك في البيت وكلام من ده هتقول له ايه يا دكتور الشعور بديك في التنفس زي ما قلنا وكرر نهر ثلاث او رابع مرة او انخفاض مستوى الاكسجين لمدون ال91 92 وحصل في فترة من الفترات هجوم على اجهزة الاوكزيمتر اللي هي بتتبع في الصدليات لكن انا اقدر اقول انها تحمل كثير هي الكواشف اه انا رأي ان هي تحمل كثيرا من الجودة انا ااسف يعني حصل عليها مشكلة كبيرة وانا كل اللي اقدر اقوله ان هي اجهزة ساعدت وانقذت حياة ناس كتير جدا مش معنى ان في جهاز ممكن يكون حصل في تصنيع اي جهاز ان هو الجهاز كان فيه مشكلة لكن هذه الاجهزة والقدرتها على رصد نسبة الاكسجين انت عشان ترصد نسبة الاكسجين ياما تستخدم هذا الجهاز ياما حتضطر تنزل المستشفى وتستخدم الجهاز الموجود في الاستقبال او في وحدات المستشفى المختلفة تمام اي انسان عنده صعوبة في التنفس ارتفاع دائم في درجة الحرارة لا توقف او اسهال تظاهر في درجة الوعي عدم انتناع عن القدرة عن الاكل او انخفض مستوى الاكسجين بتاعه تحت ال91 او 92 ده احد مجبات التوجه للمستشفى فورا المستشفى فورا طيب اللي ما عندوش الاعراض دي اعراض اخاف يقدر يقعد في البيت العزل منزلي في البيت لكن اللي عندو الاعراض يا جماعة يتوجه فورا الى مستشفى لانه هيكون سبب الازمة لأسرته كلها طيب دكتور يعني فيما تبقى من الوقت بتاع البرنامج ما شاء الله صلاة كتيرة عليك واسئلة كتيرة لانه هو موضوع مهم جدا والناس كلها من في مصر وبرى مصر كله مهتم مش طايد ان احنا نقول كلام من غير من الناس اللي متفاعلة معاها طبعا طبعا طيب في الفترة الاخيرة يعني الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فات ودول بدأنا نسمع عن موضوع الفتر الاسود وكورونا نس facts اخلصنا من الكورونا لما يجينا الفتر الاسود ايه ارتباط الفتر الاسود ده نشرح للسادة المشاهدين ايه الفتر الاسود وايه ارتباطه في الكورونا سريا هو الفتريات هي عبارة عن مجموعة من النباتات بتقييش في الجو وبتقييش على الاسطح حوالينا بس نباتات ميكروبية يعني رحمة من القلب بتاخد بخاخة وكرتزون الكورتزون اللي بيت ممكن في الوقت اللي حناخد فيه نمتنع عن اخذ البخاخة اللي فيها الكورتزون اللي فيه بخاخات كتير جدا كفة وما فيهاش مضمنة للكورتزون تعتمدي على بخاخات من البخاخات اللي مهمة فيهاش الكورتزون وهو حضرتك الدكتور الكاتب هالي الدكتور برضو يا فندم من حقك انك تقولي لي ان انا دخل عايزة طعم ومن حقك انه هو يجرب لان فيه عشرات الانواع من البخاخات بها هي الفكرة كلها انك تغيري نوع شكرا ام محمد الدكتور هيجاوه على حضرتك طيب عشان ما جاوزينش برضك على السؤال بتاع الالم بتاع السؤال طيب سريعا عشان الوقت بعد اذنك سريعا عشان الوقت القلم ده غالبا هو مرتبط بمشكلة في الجهاز الهضمي ما تقلعيش ما تخفيش ده غالبا ممكن يكون نوع من انواع الارتجاع البسيط او الالم اللي موجود في المعدة انا اقترح ان انت ناكل اكل مسلوق لمدة اسبوع وناخد اي انواع من الادوية اللي هي بتهدي حركة الامعاء شوية ونلتزم بالاكل الصحي الكام يوم دول لو استمر الالم مضطر طبعا الدكتور شكرا جزيلا يا ست ام محمد ارجو ان الدكتور يكون جاوب على سؤالك سريعا دكتور فيما تبقى ليه من الوقت يعني طبعا عندنا كان تريند الفترة اللي فاتت الفنان القدير العظيم الراحل رحمة الله عليه الفنان سامين غانم وطلعت تصرحات انه مات بالفترة الاسود والناس قالت احنا نقصين الفترة الاسود وفي توجيه من الوزارة الصحة اه اه فعايزين نوضح للسادة المشاهدين ايه الفترة الاسود وايه ارتباطه بالكورونا هالمرتبط غير مرتبط دي حاجة الوحدة الفتريات يا فندم عبارة عن نباتات تعيش في الجو بس هي مايكروسكوبية صغيرة جدا بس هو في الاساس نباتة وهي لا تستطيع الفتريات ان هي تخش الجسم الانسان ابدا الا في حالات نادرة الا في حالات نادرة الحالة الوحيدة اللي تقدر الفتريات تستوطن فيها جسم الانسان هو الانخفاض الشديد في منعته طيب هنوقف عند النقطة دي هاخد اتصال تليفوني اخر فرحان من اسيوت استاذ فرحان ناشي يا هو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل او استاذ فرحان سؤالك سريعا السلام عليكم عليكم السلام ما بيعترفوش بالصيني يعني اللي ياخد اللقاح الصيني ما يسمحولوش ان هو يسافر السعودية شهادة الاعتماد دي اكيد في وزارة الصحة يعني هتدي التعليمات بهذا الموضوع شكرا نفس فرحان اتفضل يا دكتور شهادة الاعتماد دي اكيد في قواعد حطها وزارة الصحة بالتعامل مع الخارجية ان كل دولة ليها قواعد بعينة في قبول الشهادة المعتمدة مش الواحد لعدم خلوه من الفيروس الالبي سي ار نمر اتنين لتلقي التطعيم بس دي قواعد ادارية دي قواعد ادارية لا دخل اتفضل طيب ادارية نكامل موضوع الفطر الاسود الانخفاض الشديد في المناع ظهر الفطر الاسود ده بيظهر بيستوطن او بيممكن يوخش في الانسان في منطقة العين او منطقة الانف ده في حالات ندرة جدا جدا الفطر ده بيقوم موجود في الهواء في الهواء بصبع ما بيخشش غير في حالات ان الانسان عنده مناعة منخفضة جدا 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 وكان اول ريبورت في بعض الناس اللي بياخدوا المصبطات مناعة عالية جدا يبتدوا يشوفوا ان معدل وفي جزء من ارتفاع ظهور المايكومايكوزز او اللي هي الفطر الاسود في الموضوع لكن الفطر الاسود اللي بيظهر في انسان عادي بيتم التعامل معك جراحيا الحتة اللي ظهر فيها مانوش علاقة بالجازة تنفسي خالص بيمكن يوصل للرقاتين لا يمكن اليوم ممكن يوصل يمكن يوصل لكن مش ممكن يخش جسم انسان عادي صحيح الا في حالتين انخفاض شديد جدا في المناعة او ان هو مصاب بالكوفيد ناينتين وحصل اختلالات مناعية جواه قدت لزرور هذا الفطر والفطر ده بيكون قاسي جدا ومضاعفاته خطيرة جدا وملوش حل غير الاستقصال الجراحي حاجة غريبة جدا يعني الحتة اللي ظهر فيها لازم تتشال لان هو بينتشر بمرور الوقت طبعا بيبقى مريض الكورونا صعب جدا او من المستحيل القيام باي تدخل جراحي معاه فممكن يكون من اسباب حدوث المضاعفات هي وجود هذا الفطر احد الحاجات اكمل مع سعاتك بس عندي اتصال تلفوني اخر السيد زعزت من القاهرة السيد زعزت ايوة ايوة دكتور ايوة دكتور اتفضل سمعينك كل حضرتك المدام كان عندها كورونا سيد زعزت وطي صوت التلفزيون بعد ايزنك اعم المدام كان عندها كورونا المدام كان عندها كورونا سمعينك اتفضل اتفضل متعالج اتمنها بألم شوارة او شوارة بس ما زال عندها ألم تتشدها في وقت ايوة صح ايوة دكتور هي عمرها كم سنة يا فن عندها دخل عكسين قلبة او ضغطة او سكر لا عندها كان عندها سكر تماما معندها اي مرض هي عملت اشعة مقطعية اثناء المرض اثناء التشخيص عملنا اشعة مقطعية حضرتك وعملنا كل حاجة شوف يا فندم حدوث الام في الصدر ما بعد انشفاء من الكورونا قدامنا تفسيرين يا اما في حد شكرا يا سيد زعزت الدكتور هيجاوب على حضرتك تفضل فندم يا اما في شيء تاني عمل لها الألم في الصدر يعني ممكن يكون الألم ده مش مرتبط بعدوى الكورونا في الأساس شيء جديد او ان فعلا لقين ان مرضى الكورونا بعد الشفاء بيعودوا فترة طويلة يشتكوا من الألم في الصدر الألم الصدر دي بتستدعي انها تعمل لها لو حرك سمعني اشعة مقطعية جديدة لازم يعمل واحدة واحدة جديدة ونخلي دايما انا مشوفت ناس عاملوا أشعات مقطعية كل أسبوع لازم الفاصل يكون مش أقل من 30 يوم طبعا لان المقطعية دي برا عن أشعة بتعرض جسم لأشعة ممكن تكون ضارة تكرارها على فترات قصيرة ممكن يعمل مضعفات على مستوى البعيد اذا الفاصل لازم يكون 30 يوم او شهر انت حضرتك هتعمل لها مقطعية جديدة اذا كان نشوف فيها هل اي تلايفات او التهابات ما زالت باقية من أثار الفيروس لان لقينا ان حتى بعد لما العام بيقلب نيجاتف بيكون في بعض الأثار الالتهابية ما زالت موجودة في صدره وللغربة بقى المفاجأة يعني ان ما فيش حاجة بتتعامل معها غير مادة الكورتزون العكس بعد ما بيخف من الكورونا من الكورونا بيفضل فترة فيه لان هو الكورونا بيحرك بعض التفاعلات المنعية في الجسم بيتكمل حتى بعد لما الفيروس بنته ما هو دي خطورته ان هو بعد لما انتهى وبقى نيجاتف هناك تفاعلات ما زالت موجود شغالة لا يقضي عليها غير إلا مادة الكورتزون وبعض الأدوية الجديدة اللي بتبقى موجودة فانت حضرتك بتأمل لها أشاعة مقطعية وتلجأ لأحد زميلنا بتوع الصدر أو البطن أو العزل أو الحميات ويبص عليها لكن انا بطمنك ان الألام دي هتزول بطبيعة الأمور يعني ما تقلقش إن شاء الله نرجع لموضوع الفطر الأسود وارتباطه فهو الحل بتاع الفطر الأسود في الإنسان العادي بيكون التداخل الجراحي يعني لو حصل إن الإنسان كانت منعته هو دخل جوه الجهاز دخل جوه ممكن يخش جوه العين جوه الأنف جوه الفم جوه الرئتين جوه الكبد يعني هو بينتشر على طول انتشار المخاطب بتاع الجسم ويبتن يعمل تلف في المنطقة اللي هو موجود فيها طبعاً بنستخدم مضادات الفطريات لكن تأثيرها عليه ضعيف لأن فيه مضادات فطريات بتتخذ بالفم وفيه مضادات فطريات وردية متقدمة جداً لكن للأسف هو حله النهائي بيكون الاستقصال الجراحي الجراحي للأسف فعشان كده بيكون حدوثه أو وجوده بيعمل مضاعفات في الفرد مصاب الكورونا مضاعفات كبيرة لأنه هو بقى عامل تاني في التلف يعني فيه تلف أساسي مسبب وجود الفيروس ومسببه وفيه تلف مضاعف ضيف عليه الكورونا الفطر الأسود هو موجود وكلمة الأسود يعني هو كلمة الأسود عندنا دايماً مرتبطة بالحزن أو بالخطورة هو مش كده خالص هو النقطة أنه هو الظهور بتاعه بيكون بيعمل الانسجة بيخليها غمقة في اللون فأطلق عليه الفطر الأسود بالظبط لكن هو يعني مش أسود هل ده مرتبط بفترة بفترة السيفة دكتور الفطر ده مرتبط لا 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 يعني إحنا مين منا ما تعرضش في وقت لفطريات في صباعه أو في يعني فطريات اللي بتاني متحت الأزافر أو أو او طيب أنا عندي اتصال تليفوني آخر أماني من البحيرة أماني أيوة تفضل يا فن مسامعينك كنت عايزة أسأل الدكتور إن أنا كنت عبانة كده يعني عندي آآ المرارة وفتق في الحجاب الحاجد ولما رحت كشفته كده تعف جامل في جسمي والغضة مش مزبوطة آآ النسبة تمانية بعد ما كت واحد وزادت فالدكتور عطاني علاج وزود للقرعة وكده ولما رحت كشفته تاني قال ده أنت في حاجة بزوري والثاني قال لي لأنت عندك فتريات خبوطة وعطاني علاج لها مددن الفتريات لأ ما تلاقيش خالص يا فندي شكرا يا أماني الدكتور هيجاوب عليك شكرا جزيلا تفضل ما تلاقيش يا أماني خالص لا لا يا أماني ما تلاقيش خالص اللي عندك ده اسمه مونيليازيس ده نوع من الفتريات بيبقى بسيط جدا جدا بيبقى موجودة على اللسان وساعات لما سنننا بيكون فيها أي التهابات أو تسوص موجودة عادي جدا ممكن تستخدمي أدوية أو غرغرة وفيه أنواع من الديهانات المضادات الفطرية ممكن تستخدميها لكن أنا بطمنك ما تخافيش خالص ده مش الفطر الأسود إطلاقا نكمل يعني كنا بنقول أنه مش مرتبط بفصل السي لا مش مرتبط بفصل السي هو بين حفاظ المناعة طيب يعني ليه أثير الكلام عن موضوع الفطر الأسود في الفترة اللي إحنا موجودين فيه أنا مسمعناش عن القصة دي غير من حوالي أسبوع تعليم آه مضبوط يعني اسمعنا القصة دي ورحيل الفنان الراحل سمير غانم وتصريح حصل من أحد أقاربه أنه أصيب بالفطر الأسود وده أدى إلى وفاته أنا يعني هو طبعا دايما الأدات هو عشان شخصية شهيرة فبيبقى كل الشخصيات الشهيرة عند الوفاة بيبقى في دي دايما فضول ليه لكن يعني هو كل اللي قدر أقوله أنه هو نوع من أنواع مضاعفات الكورونا حصلت وظهورها مرتبط يمكن بالتحور الهندي اللي موجود أو غير مرتبط مش عقدرش نقول لكن حتى عينين الكورونا بصفة عامة في الفترة الأخيرة من أول ما حصل كنا بنلاحظ أنه في وجود التهابات فطرية في الأنف وفي الفم كتير جدا يعني في فترة فعلا حصل لأنه هو بيبقى فيه اختلال مناعي موجود بيخلي الذي لا يمكن أن يحدث يحدث يعني اللي احنا بنقوله أنه مستحيل إنسان غير يحصل له يعني التهابات فطرية بسيطة زي أمانينا اللي بتتصل لكن من يحصل التهاب فطري يعمل تلف في الأنسجة ده يستدعي يا إما حالة انخفاض في المناعة الشديدة جدا أو أنه مصاب بالفيروس والكورونا وعنده اختلالات وبناء عليه دخل الفطر اللي غرجت أنه هو يعمل تلف في النسجة يعني هو أماني مثلا لما الفطر موجود على الأنسانة هو كله عمله شوية حرقان أو شوية ألم أو شوية تغير في طعم الأكل ده موضوع بسيط لكن ما يقدرش يعمل تلف في النسج ما يقدرش لكن في حالة مريض الكورونا بترفي النظر عن الأستاذ سمير الله رحمه وكلامكم ويحبه أي عيان بيبقى كورونا حصله ده للأسف الفطر هيعمل له تلف داخلي في الأنسجة طيب عندي اتصال تليفوني آخر سيد أحمد 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 تفضل أنا جالي الفيروس في قبل رمضان بحوالي 10 سيام والحمد لله تعفيت منه تمام أول حاجة عايزة أعرف هل ممكن المصاب يتصاب بيه تاني يعني المصاب الفيروس اللي تعرف منه هل ممكن يتصاب بيه تاني بس يا أحمد شكرا سيد أحمد وصد صفات مشكورا في نص الحلقة كنا نتكلمنا في الحكاية دي علميا المفروض أن الإنسان لما بيصاب بفيروس ما بيكررش عنده الفيروس تاني لكن الكورونا إذا كان في حد حصل إصابتين أحصل إذن أنت إذا كان سؤالك ليه واحد إنك تاخد بالك بالرغم أن أنت أصبت أيوة لازم تاخد بالك بالرغم أن أنت أصبت إذا كان سؤالك أنا بستنتج الأسئلة أنت عايز تسألها إنك تاخد التطعيم ولا لأ الإنها بقى أيوة لازم تاخد التطعيم لازم الناس تاخد التطعيم القصة بتاعت التطعيم دي قصة يعني 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 ريت كل الناس يعني تعمل توعية يا جماعة ما فيش حاجة اسمها اللقاح بيعمل اعراض مرضية تخليك ان انت تعي اكتر يعني يعمل لك اعراض خليك الناس دلوقتي تتكلم في كده لا انا خايف اخد اللقاح اصلا بيعمل اعراض تانية بيعمل امراض تانية اصلا ممكن يكون عندي انا حاجة فاللقاح دوة يخليني اوصل لمرة التالت خالص مخاوف كثيرة مش دفاع انا انا عايز اقول لها حالتك يعني انا مش عايز كنت اخش في دي لكن هو علميا وورقيا مناعة الاسترازينكا اعلى بس انا مش كنتش عايز اقول الكلام ده بس احنا في وقت انت اقولت كلمة جميلة اوي ان احنا في وقت صراح لازم نتكلم بصراح طبعا يعني مفيش افضل ان انت احنا نطرح المعلومة هو دور الاعلام احنا بنقول المعلومة المتاحة قدامنا الحقيقية الواقعية هو ده الدور اللي احنا المنطبنا ان احنا نقوم بتوعية الناس هو ده دورنا احنا احنا حضرتك انا عادينا بنتكلم عشان نوصل هذه المعلومة للناس تفضل دكتور واستناديا اوفت الدراسات اللي موجودة المنشورة ان وقاية الاسترازينكا اعلى من نظرائه مش هقول اعلى من نظرائه انا هكمل مع حضرتك بس اتصالات تليفونية معايا اتصال اخر عرابي من البحيرة تفضل استاذ عرابي ايه افضل دكتور افضل اتفضل افن السلام عليكم السلام عليكم السلام انا بنفتر صفح عاصل نحل مع زيت زيتون عاصل نحل خام يعني من المنحن هل يفع المنحن طبعا ده سؤالك يا استاذ عرابي اه اصال الدكتور بس بتدخن يا استاذ عرابي نا بنفتر نحل خام مع زيت زيتون انت بتدخن لا اه بدخن يبقى كل المنحن شكرا يا استاذ عرابي استاذ عرابي انا متشكر على اتصال اذا كان سؤالك بالنسبة للعسل فالعسل عسل نحل وزيت زيتون هاي بخ بيقولك قلب يرفع المنحن طبعا ما فيش شك ان العسل من المواد الغذائية اللي كلها مواد فعلا بترفع المنحن لكن انا بلومه اللي هو بيدخن لان التدخين من احد الحاجات اللي بترهق الجهاز التنفسي فانا بدوق انك تستمر في عكل العسل براحتك خالص ولكن في نفس الوقت ان انت تقلل التدخين لان هو الموضوع ايه العادات الصحية السليمة احنا بطبيعتنا شعب كاره شوية الخضروات نحب الكربوهيدرات لان دايما السعرات لما بديد جواه جسم الانسان بتوديره شعور بالسعادة يعني ليه احنا بنبقى سعاداء في حاجتين يعملوا سعادة السعرات والاملاح خلوك تهرمون السعادة ينتشر فهو احنا كاره للخضار فدائم ان احنا حتى بنقول لعيان الكورونا او للعيان اللي عايز وقع كل خضار كتير كل فاكة قالي الكربوهيدرات كل بروتينات كل عسل وقالي للتدخين ونام كويس هارجح تاني للنقطة دي لان النصائح غالية جدا بس عندي اتصال تليفوني اه امو محمد من الغربية اتفضلي سلام عليكم اتفضلي انا ايو يا دب اتفضلي يا فاني وعليكم السلام انا وولديتك بقى لها فترة من هي يا ريت يا محمد يعني تواطي التلفزيون عشان نسمعك كويس ماشي والديتك بقى لها اسبوع تقريبا او اقتربتشيك ان هي نفسها مضوضة خالص عن الاب وما فيش حرارة الحمد لله ولا في اي حابة خالص ومتروحك للدكتور فقدر ومتقول لعلاج بتاع قروض عمل لها مسحة لا مفيش مسحة يعني هو دي فيه يعني هي مريضة قلبة وضغطة وسكر هي ضغطة بس ما فيش ارتفاع في الحرارة ما فيش قيء ما فيش اسهال مجرد فقدر للشهية لا فيه تصيام بس ما فيش قيء فيه غسام فقط اه وما فيش قيء لا ما فيش قيء ما فيش كحة سعال خالص فيه كحة بسيطة مش كتير يعني الحاجة الاذعاج يعني وفقدر للشهية اه يعني انا طبعا انا هي ما فيش اعراض شكرا جزيلا سيدا يا سيدة ام محمد تفضل يا دكتور بس يا محمد هو ما فيش اعراض تقليدية للكورونا لكن هي برضو مبتنع تختلف من شخص لشخص لكن هي فقدر الشهية وعندها غسيان اه انا دايما بقول ان الحالات اللي هي فيها بعض الغبوض من الافضل ان هي تعمل لها مسحة لازم مسحة يعني انا طبعا ما شفتهاش بس انا بتكلم في الاطار العام ان احنا نعمل مسحة عشان نشوف هل هي اعراض مجابة او سالبة طلعت سالبة اذا فقدان الشهية ده ممكن يكون اي شيء الم التهبات المرارة تعمل فقدان في الشهية التهبات المعدة تعمل فقدان في الشهية الديء النفسي يعمل فقدان في الشهية ممكن يكون فيه نفسيتها تعبانة او حجم دايقها وممتنع عن الاكل تفقد الشهية تفقد الشهية الفايصل في الموضوع احنا في وقت وباء عندي أعراض واختلال في الجسم غير متطور بالذات أن الدكتورة ده البروتوكول إذا في حاجات تانية هو شايف أن هي كورونا بس لازم تعمل لها المسحة ونتأكد من الأمور ماشية إزاي والمقطعية والتحاليل الدم التعدلالات للتهاب من عدمها وبعد كده ناخد القرار بتاعنا بشكل سليم أرجو أن أنت كنت سمعت الدكتور يا محمد شافها الله وعافها طيب نرجع للحاج الجميل من البحيرة اللي بيأكل عسل نحل وزيت زتون كنت حددك بدأت تتكلمني في الحاجات اللي هي الطبيعية اللي ممكن تزود المناعة ضد الفيروس كورونا تمام وقاطعنا الاتصال التليفون هو الإنسان بيتكون مما يأكله أنا بسألك السؤال ده يعني عشان إيه عشان أنا لاحظت هي ملاحظة شخصية وملاحظة موجودة برضو يعني معلومة متدولة أنه مع ازدياد أعداد الإصابة بكورونا زادت طلب في الصيدليات على أدوية الفيتامينات التي تقوي المناعة وبقت عاملة زي المخدرات مش موجودة مش موجودة ويعني طبعا بمشكل تجاري بالتالي هم عايزين يبيعوا طبعا فهم بيشجعوا الناس على هذا الكلام هل الكلام ده صحيح؟ وإيه البرسكريبشن اللي احنا ممكن نخودها بقى من ساعتك الطبيعية اللي هي مش هتبقى بنفس السعر واللي هي فعلا تبقى افكتف أو أن هي تبقى مؤثرة في زيادة المناعة عند المواطن المصري عشان زي ما قولني أصوصفة إذا كنت فوشقين إحنا نجاوب عليهم لأن دايما بقول المناعة مش أنك ما تتعديش المناعة أنك تتعدي وتبقى العدوى بمنسبة لك عدوى محدودة أو عدوى بسيطة تمام إن نقدر نقول إن رشدة الطبيعية الإنسان بيكون من حاجتين ده الأول قولي موضوع القويات المناعة دي صح ولا غلط لا طبعا لا طبعا لا طبعا فيش حكس ما كتب أنت هتخدني الأول لا لا خلاص لا لا أنا آسف الأدوى أولا غلط ولا صح غلط طبعا غلط طبعا ده حتى مادة الزينك اللي في أول أنا عايز أقول لك إن فيه ناس خادت كميات من الزينك حقيقي الزينك ممكن يكون فعال كميات مهولة يا دبطر مهولة وقائية أنت عايز أقول حقيقي أنه يا دبطر علاجي أو زي ما حالك قلت هو بياخد الفيتامينات كلها بشكل وقائي دائم ده غلط مش صح أبدا إن أنا أتعاطي كميات الفيتامينات بشكل دائم لأن كلها كيمويات ومش مطلوبة لكل المرضى وفيه أنواع فيتامينات الكبد ليه قدرة على احتمالها الكبد ليه قدرة على احتمال إذن أنا أوصي بالتوقف تماما عن تعاطي الأدوية بدون داعي فينا استخدم ضدات حيو إيه خالص إحنا كل اللي علينا إن إحنا ناكل أكل صحي ونستنشق هواء صحي قدرة يعني قولا واحدا الزنك والحاجات دي يعني لا تفيد في موضوع الكورون سريعا دكتور في الدقيقة قولي وصفة طبيعية تقوي المناعة يعني أستفيد بيها السادة المشاهدين أكل الخضار الفواكه التقليل من الدهون أكل البروتين والنوم أرجوكه قبل الساعة واحدة صباحا صهر مفيش صهر لأن الصهر بيقلم إفراز الكورتزون وهرمونات وإنزيمات اللي بتصلح الجسم فيه فترة جسمه وهو نايم الإنسان بيتصلح فيه والجسم بيصلح ويجدد نفسه بيعمل ريكافر 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 يعني بيعالج بيبدأ تاني يعيد بناء نفسه تجديد النشاط وملاحظة أخيرة مش وشك أبدا شكرك يا دكتور أنا المتشك أشرف جوهر أفتنا أنا سعيد بهذه الجلسة وسعيد بهذه الحلقة أفتنا وأرجو شكرا جزيلا لحضراتنا أرجو السيدات والسادة أنتوا تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة أرجوكم الإجراءات الاحترازية الكمامة المطهرات التباعد الاجتماعي لو حسس بقى أعراض شديدة زي اللي قال عليها الدكتور توجه إلى طبيبك أو توجه إلى أقرب مستشفى حتى تنقذ نفسك وتنقذ أسرتك الإجراءات الاحترازية جماعة هنهيد ونزيد ونقول سبعة تلاف مرة الكمامة المطهرات التباعد الاجتماعي وبعدين يا جماعة اللقاح نسجل كلنا في اللقاح نروح نسجل في على جوجل نسجل على موقع وزارة الصحة المحترمة اللي عاملة موقع نخش عليه موقع محترم جدا وإفكتف يعني بيشتغل يعني أي حد بيبعد بياناته بيرده عليه بحد دوله معاد لأخذ الجرعة والمكان حسب أقرب مكان ديك أرجوك لا تستمع إلى الإشاعات وخد اللقاح هذا أمنك وأمن مصر يعني أمن المجتمع هو أمن مصر في النهاية أنا يعني بتمنلكم الصحة والعافية ودوام الأمان على مصرنا الحبيبة وعليكم أرجوكم تقبلوا تحياتي صفوة العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر